عرفت هتعمل إيه؟ آه طبعاً إيبقى ليك؟ أه اتفضل يا حضرت الأمين أكيد الودّة مالشّيال أو حرامي إيه عزمي؟ إيه عزمي الببان بتاعاتكو ديه؟ معلش يا حضرت الأمين إنت إيه بقى حكايتك بالزبت أه؟ ده إيمن حضرتك واسمك إيمن إيه إلاً؟ انت ده ايمن ايمن ابني يا سيادة الامين اه 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 ايو 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 انت بتستعماني يد انت بتخميني ومستخبق وسط الناس المحترمين بخمي ازاي بس بس ما تتكلمش خالص انت ترد عليها اللي ايه حاجة غريبة اوي انت منين انت منين بقولك ارد يعني لا ده انت شكلك مجرم وقاديم في الاجرام بقى قدامي ألا قدامي من النوبة حضرتك وايه الصدير اللي انت لابسه ده ها اه اه انت بقى اللي سرقت محل الهدوم اللي في السوق اللي جنبنا من يومين مش كده ألا الصدير ده كان متبلغ عنه من ضمن المسرويات اني ما سرقتش حاجة ده بتاعي بالراحة بس يا حضرة الامين قوم يا لأ قدامي قوم القضية لازم تتقفل يا عم عزمي الحاجني طب الهداوة بس يا حضرة الامين تعال بس معايا وانا أحل الموضوع ده تحل ايه بس تحل ايه بقولك السديري ده من ضمن المسرويات لازم يتسلم ويتسجن لغاية ما يبلغ عن مكان بقية الهدوم اللي سرقها وضية بقى يعني فيها يجي تلات سنين حبس مع المجرمين والسوابق ليه كده بس يا ابني والله ما سرقت حاجة طب خلاص خلاص تعال بس معايا يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بخمس تلاف جنيه يا خبر وبعد ايه؟ بالعافية رضي ان كل يوم اديله فلوس شغلنا كلها لغاية ما المبلغ يكمل وهو هيروح يديهم لسحب المحل ويقنعه انه يتنزل عن المحضر والله ما ساركت حاجة بقولك ايه؟ اندهو ياخدك يعني؟ لا خلاص خلاص اني اسف طب اسكت بقى ونام عشان تقوم فايق ورانا شغل كتير شغل ايه؟ بكرة هتعرف نم دلوقتي يا حبيبي حاضر ايه ده؟ طب انتو بتكفلوا علي ليه؟ عشان انت امانة عندنا خايفين عليك يا سيدي بس اني بخاف اقعد لوحدي وانت من اهله هيا خيلة طب منينا مش موجود برضو في المستشفى دي وبعدين بجر احنا دورنا في كل المستشفيات اللي في البلد وملوش اسر يا حبيبياني يا طرنتفل يا ضنايا ما تكلكيش يا خالة لو حدي شافوا النهر ده او عندوا اي معلومات انه يروح للقسم فورا يا اهالي النوبة طفل متغيب من الاسر اسمه فارس لابس جلبيا سيدي وسديري برتغاني يا ريس جردوني يا ريس جردوني ايوة يا عم محمود بقولك اني شفت مبارح عربية غريبة عننا كانت وقفة ناحية المعبد الجديم وكان ركب فيها راجل مش من هنا وعمال يتلفت حواليه كان شكلها ايه العربية دي كانت لونها سود وجديمة وكانت بتطلع دخان كتير وهي ماشية ايمكن الشاكمان مخروم طيب يبقى لازم نبلغ الشرطة يلا بيناك ايه يا بكار بتفكر في ايه هقولك تعالا معايا خي عم كامل اين جاي بكار ايه شارين عاجلة عايزين نصلحها لكو لا فارس صاحبنا مش لاجيينه وخايفين لا يكون تخطف وعم محمود شاف عربية سودة جديمة كانت وقفة جنب المكان اللي كنا بنلعب فيه وبيقول ان شاكمانها كان بايز يا تارا شفتها ايوه وعارف الراجل اللي كان سيجها ده جالي وانا صلحت له الشاكمان هو انت في سنة كان يا ايمن سنة كان ها ها سنة حلوة يا جميل ها يعني ايه يعني سكش يا عادل لغاية ما نشوفها نلمي الفلوس اللي انت دبستينا فيها دي ازاي اني اسمي فارس على فكرة شش اسمك عادل انا قلت للامين كده مبارح عشان اداري عليك وما يعرفش يدور وراك معلش اني اسف اني سببتلكو المشاكل دي مكتوب علينا هنعمل ايه وانتي عندك كم سنة يا ياسمين خلاص خلاص أديني سيكتة هو يلا أديني وصلنا الشغلة هو هشتغل أنا بياسمين وانت خدي عادة وايمن يشتغل لوحده إيه ده? هما مش هيروحوا المدرسة لأ اخرز بقيا بدل ما سلمك لأمين الشرطة احنا بنحاول نلملك فلوس الهدون بدل ما تتسجل خلاص يا عزمي تعال معايا يا حبيبي وإحنا هنعمل إيه؟ هنبيع مناديل فين؟ صباحك عسل يا عسل ساعديني ربنا يا كريمة متشكرة يا حبيبتي معايا مناديل عايز أفطر الواء ربنا يزيد خد يا حبيبي لا 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 يا ستة هان الده ممنوع منه ده عقيا وعايزين أي فلوس لعنكو بيها ياه معلش ربنا يشفيه خد يا مام ربنا يفتحها عليك يا أميرة بس أنا مش عيان التجارة شطارة يا حبيبي بس دي مش تجارة ده تسور شش صباحك فل يا أمر إيه؟ هو أنا كل يوم بقى هشتري مناديل؟ عايز أفطر الودي يا ستة كلي وإنتي كل يوم هتقفلي بعي الشكل يعني مركزة قوي معايا يلا يا وال أنا صلحت له العربية يا فندم بس ما كنتش أعرف أنه خطف الولد ما علاش مش مشكلة المهم إنك تقول لي أي حاجة أقدر من خلالها أنه وصله مش عارف بقى اللي أنا فكره ده هيفيد ساعتك ولا لا يا سيدي قول بس اللي عندك وأنا هشوف حاضر بس يا